موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اختار عتبة بن أبي سفيان رحمه الله تعالى لأطفاله معلما ثم أوصاه فقال ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة بعينيك فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت وعلمهم كتاب الله تعالى ولا تكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الشعر أعفه ومن الحديث أشرفه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يقول ربنا جل وعلا قو أنفسكم وأهليكم نارا إن مما يقلق له الحليم حين يجد نفسه عاجزا أمام الحيل المتعددة التي يحاول بها الإعلام اليوم تدمير بيته ومسخ أخلاق ذريته وأهله فيفقد الراعي زمام الأمر ويمسكه التلفاز والهاتف والإعلام الهادم للأخلاق نتيجة طبيعية جدا أن نجد الباطل منتشرا ذلك لأن ماكنة عظيمة هي ماكنة الإعلام على حد تعبير الإعلاميين قد سهرت وتعبت ودرست وبحثت ونظرت وخططت ونفذت ونجحت وبلغت ما لم تكن تتوقع أن تبلغه وكيف لا؟ وأهل الحق ساكتون والجهات الإعلامية النافعة الهادفة إلى الخير لا يمكن تمييزها من بين الكم الهائل من الجهات الهادمة أليس هذا الحال مدعاة للتفكير من كل ذي قرار ومن كل من يمكنه استخدام الآلة الإعلامية استخداما يغير المعادلة الموجودة على الساحة؟ يجب أن يقوم إعلامنا الإسلامي على أسس قوية من العلم الصحيح والفكر المستقيم والإيمان حتى يمد المسلم بالقيم الإسلامية الصحيحة وحتى يستطيع أن يعيش به حاضره ويمده كذلك بالحقائق حتى يستطيع أن يقضي على المذاهب الباطلة المعادية للإسلام والأفكار الهدامة فليس من الصحيح أن نبقى جالسين ننتظر الباطل متى هجم علينا؟ دافعنا عن الحق متى نملك نحن زمام المبادرة؟ وننشر الحق بقوة حتى ينخفض صوت الباطل ولا يكون له سلطان على عقولنا ولا على عقول أهلنا وأبنائنا إن كثيرا من البلدان الإسلامية لا تحظل إذاعات التلفازية فيها بنسبة تتلاءم مع مسؤولياتها الإسلامية تجاه قضاياها فالبرامج الإسلامية فيها لا تزيد عن 14% من نسبة برامجها المذاعة بل هناك إذاعات إسلامية لا تصل هذه النسبة فيها إلى 10% ولعل هذا يدعونا إلى إعادة النظر في خريطة البرامج من أجل مزيد من البرامج الإسلامية الهادفة التي تنبع عن فهم سليم واع لطبيعة هذا الدين الحنيث الحديث عن آثار الإعلام في الأفكار والعقائد والقيم وبيان النتائج السيئة له لا يمكن اختصاره في لقاء محدود الزمن ولكن من المهم أن نفهم أن الإعلام سلاح ذو حدين وأداة نصل بها إلى الخير والشر ولكن ومع الأسف امتلاك أهل الشر لهذه الآلة جعل الشر فيه غالبا أغلب وسائل الإعلام يملكها الذين لا إيمان لهم يردعهم عن الشر ويبذلون جهدهم لتمزيقنا اجتماعيا ودينيا ولا يدخرون جهدا في إضعافنا وإفساد أفكارنا وتحطيم أخلاقنا وتفكيك أسرنا وإشاعة الفرقة والخلاف فيما بيننا بل والقضاء على كل مظاهر القوة فينا فالإعلام مؤثر في نفس المتلقي ووسائله كثيرة ولا يكاد ينجو من تأثيره اليوم أحد قوة تأثير الإعلام سببها التقنية الحديثة والتقدم العلمي الذي مكن الخبراء من معرفة السبيل أو السبل المثلى للتأثير في المشاهد واختطاف عقله وجسمه وتوجيهه بالوجهة التي يريدون وذلك بواسطة البرامج والحوارات والتقارير والأفلام الوثائقية ونشرات الأخبار ويكون تارة أخرى من خلال المسلسلات والأفلام وكرتون الأطفال وتارة من خلال وسائل التواصل التي اقتحمت البيوت والعقول وتدخلت في كل مفاصل حياتنا هذه الوسائل التي أفسدت علينا حياتنا فصار البعض منا مشغولا بها طوال يومه لا يمكنه أن يفارقها وأن يتركها فيقضي أحدنا الساعات الطوال أمام هذه الوسائل فكيف لا يتأثر حارب الإعلام العقائد وشككنا بالثوابت وقضى على القيم ونشر الإلحاد وجعله حرية رأي دعا إلى إسقاط القداسة عن كل مقدس معظم لدينا نحن المسلمين فلا يوجد أمام ما يسمى بحرية الفكر خطوط حمراء فالاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه حرية والكفر وجهة نظر والأمر بالمعروف مصادرة لحرية الآخرين والنهي عن المنكر إرهاب وتشدد والدين علاقة بين العبد وبين ربه فلا تجعلوه صفة عامة للمجتمع يقول وزير الإعلام النازي جوزيف جوبلز أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعين ولنذكر أثرا من آثار الإعلام على أطفالنا فمثلا كما يقول بعض علماء النفس من الآثار السلبية للتلفاز على الطفل تلك القبائح التي يظهرها التلفاز على أنها حلول فهناك الكثير من المشاهد التي توضح أن اللجوء إلى التدخين وأن اللجوء إلى المخدرات سواء بتناولها أو بيعها يعد أحد الأسباب التي تساعد الشخص على التخلص من مشكلاته وهو ما يؤثر بالسلب على الطفل الذي قد ينتهج هذا النهج مما يدفعه إلى التدخين أو تعاطي المخدرات وغيرها علما أن هناك نوعا من أفلام الرسوم المتحركة والبرامج المختلفة التي تقدم للطفل والتي تكون هادفة وتسعى إلى تنمية فكر الطفل ومداركه ويساعد مضمونها على تعزيز القيم التربوية لدى الطفل من خلال أمثلة واقعية للأخلاق الحميدة التي يرتضيها ديننا من الصدق والوفاء ومساعدة الفقراء واحترام الكبير وأكد علماء النفس على ضرورة أن يكون هناك نوع من أنواع المراقبة على ما يشاهده أطفالنا على شاشات التلفاز من برامج وأفلام وأن يتدخل الوالدان في اختيار نوعية البرامج التي يطلع عليها أطفالهم والتي تساعدهم على تنمية كل ما هو إيجابي داخلهم مشددا على أن هذه الرقابة وهذا التنظيم لا يكون فقط بالنسبة للتلفاز وإنما يتسع ليشمل أيضا غير التلفاز من الكمبيوتر والإنترنت وما يشابهها مما يستخدم اليوم سعت كثير من الجهات الإعلامية إلى إثارة الفتن وإشاعة الخلاف والتناحر والفرقة بين المسلمين من خلال بث الشبهات والتشكيك بثوابت الدين وقطعياته من خلال مجموعة من المنافقين المأجورين يدعون إلى برامج ليشوهوا صورة الدين الإسلامي بمعلومات مبتورة يجهلها المشاهد وتصدير أصحاب الأفكار المنحرفة وكل ذلك مبني على دراسات متعمقة لتراث الإسلامي والمعرفة الدقيقة بالثغرات التي تخفى حقيقة أجوبتها على كثير من الناس فيستخدمون هذه لإثارة الفتنة وإثارة الشبهات في قلوب الناس معلومات بسيطة لدى الإنسان تأتي إليها معلومات من جهة تصور على أنها عالمة يتأثر بها الناس فيختار هؤلاء المأجورون الولوج من خلال هذه البرامج لإثارة الشبهات وخلط الأوراق وإشاعة الفرقة وقد يستدرجون بعض المغفلين من الدعاة للتوصل إلى هذه الأغراض يصنعون التطرف والغلوب وينسبونه إلى الدين ويقولون لنا هذا إسلامكم قلب الحقائق وخلط الأوراق وتجميل القبيح وتقبيح الحسن والتشكيك في القطعيات وإثارة الجدل في الأصول الثابتة لدينا نحن المسلمين لإيصال الناس إلى الشك في كل شيء حتى إن الناس يتجرؤون على كل مقدس لديهم الدعوة إلى العري والتهتك وكسر الحواجز بين الرجل والمرأة عن طريق تكرار هذه المظاهر في جميع الأفلام والمسلسلات بما يجعل المشاهدة يتقبلها ويألفها لأن كثرة رؤية المعاصي تنتزع يعني قابلية النفس أو النفس لا تصير تراها مستقبحة فتجعلها قضية طبيعية الدعوة إلى شرب الخمر من خلال نزع استقباحها وترويض النفوس على تقبلها وإظهار أبطال الأفلام والمشاهير في المسلسلات يشربون الخمر في الوقت الذي يكون فيه المشاهد مشدوداً مع المشهد مما يجعل العقل الباطن يتقبل مثل هذه الأفعال القبيحة نزع الغيرة من الرجال من خلال ترويضهم على تقبل العلاقة المحرمة بكثرة الألفة ومن خلال إظهار الذي يغار على العرض بصورة الهمجي المتخلف الذي لا يتفهم مشاعر ابنته البريئة ويمنعها من العلاقة البريئة بينها وبين معشوقها مما يجعل المشاهد يجرم الولي الغيور ويتقبل فعل العاشقة البريئة التهوين من شأن المخدرات والدعوة إليها عن طريق الترويج والترويض وجعلها وسيلة لنسيان الهموم ومن خلال البرامج الكوميدية التي تظهر نموذج الشاب الذي يشرب المخدرات والخمور ويلاحق الفتيات بطريقة كوميدية محببة مما يذيب كل الحواجز بين الإنسان وبين هذه المحرمات تبرير الجرائم والمحرمات والسرقات بموررات الحاجة المادية فيجعلون الناس يتعاطفون مع تلك الحالات في كثير من الأفلام والمسلسلات يظهرون المجرم بمظهر حسن ومحبب للناس ويجعلونه ذا نخوة وشهامة وأن له من المبررات ما يدعوه لتلك الجريمة حتى يتعاطف الناس معه القضاء على التقاليد الحسنة وهدمها من خلال ازدراء والاستهزاء بأهلها وتحقيرهم وإظهارهم بصورة المتخلفين والهمجيين لنختر لأطفالنا ما يشاهدونه ويتخلقون به راقب وراقبي ابنك وابنتك وابنك وابنتك انظر إلى من يصاحبون لنحاول نحن الآباء خلق علاقة حقيقية بيننا وبين أطفالنا وعوائلنا لنكون نحن من يملك الزمام المبادرة والتغيير وإلا فمن الله العافية كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على دابة وهو غلام فخصه صلى الله عليه وسلم بدرس يعده أهل العلم من أمهات العقيدة الإسلامية قال له صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي هذا الحديث لأول وهلة عندما ننظر إليه له معاني معينة غير أن لهذا الحديث أبعاد تربوية تستوقفنا لفرط تطابقها مع بعض ما بلغته التربية الحديثة أبعاد تطابق ما أدركته اليوم التربية الحديثة من فهم أفضل ما يعين الطفل في عالمه إن أول سؤال يقفز إلى الذهن حين نستعيد الحديث ضمن سياق تربوي هو لماذا اختص الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما صغير السن بدرس مثقل بالقضايا الإيمانية حتى وإن أوجزت في كلمات فهل بمقدور غلام آخر يملك صفات وقدرات عادية أن يستوعب الأصول والكليات الجليلة التي اجتملت عليها هذه الكلمات إن الأمر إذن يتعلق حقيقة بصبي غير عادي تجلى في ملكاته وصفاته دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل طبعا في كتب الحديث مواقف أخرى لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما تؤكد تميز هذا الصحابي الجليل عن سائر أقرانه في التقاط المعاني والإشارات التي تفوق سنه وتفوق قدرته على الإدراك إن أطفالنا اليوم أيضا قد يمتلكون صفات وميزات رائعة ومميزة تميزهم عن أقرانهم ولكنها لن تتعزز وتبرز ما لم يتم اكتشافها ورعايتها جيدا وهي الرعاية التي فطن السلف إلى أهميتها في إمداد عالم الكبار بأفكار ورؤى قد يحجبها التقليل من شأن الطفولة في تغذية أسباب النهوض والتقدم بالطفل بمعنى أننا نستصغر الطفل فلا نغذيه بأفكار ترفع من قيمته العقلية طبعا أنا لا أقصد الأطفال هم غير مكلفين بالتكاليف الشرعية فالأمر في هذه القضية مختلف تماما التربية غير التكاليف فنحن يجب أن نعلمهم مبكرا المسؤولية واحترام الواجب لذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عدم إهمال أي تصرف شاذ من الطفل بحجة أنه صادر عن طفل غير مدرك لماذا؟ لأن لهذا التصرف تبعات سلوكية على هذا الطفل أو أننا نستهين بالمخالفة ما دامت يسيرة لأن مرتكبها مثلا طفل لا يعقل هذا كله صلى الله عليه وسلم كان لا يقبله ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعل هافي فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة تأمل معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتزع التمرة من فم حفيده فحسب لم يكتفي بهذا بل أحاله إلى الدستور الأخلاقي الذي يحكم آل محمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا على أن الطفل هنا سيظهر استجابة واعية لما يتطلبه شرف الانتساب من عدم الإخلال بالتوجيهات الأخلاقية وهكذا ينبغي أن نغرس في عقول وقلوب أطفالنا روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام هو أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام هذا الغلام طبعا كان عبد الله بن عباس فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ فقال الغلام ما كنت لأوثر بفضلي منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح إليه ليشربه اللهم اجعلنا ممن يدركون خطر هذا الأمر فيراعون أطفالهم ويربونهم على ما يرضيك يا الله التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي لما أراد الحج قال استأذنت أمي في الحج فقالت لي إذا توجهت إلى بيت الله فلا يكتبا عليك حافظاك شيئا تستحيي منه غدا قال ابن رجب المراد بحفظ الله في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك المراد بحفظ الله هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوزها إلى غير ما أمر الله عز وجل به وإلى غير ما أذن الله فيه ويذهب إلى ما نهى الله عنه فما أجدرنا ونحن نعلن حالة الطوارئ في منازلنا عند الامتحانات المدرسية أن نعيد ونكرر على مسامع أبنائنا هذا الحديث الشريف احفظ الله يحفظك ابن عياض رجل صالح حكم شرق الأندلس عندما حضرته الوفاة قال له إلى من تسند أمرنا من بعدك وكان له ولد فأشار الناس عليه فقالوا له يعني ليكن هذا خلفك قال لا يصلح لأني سمعت أنه يشرب الخمر ويغفل عن الصلاة أجيال تربت على محبة أهل الإيمان وربوا أولادهم على محبة أهل الإيمان فغرسوا فيهم هذا النمط من الإعلام الهادف قال أنس ابن مالك كانوا يعلمون أولادهم محبة الشيخين يعني أبا بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل قال كان أبي يبعث خلفي إذا جاءه رجل زاهد أو متقشف يأنظر إليه يحب أن أكون مثله يعني يبعث خلفي يعني يرسل إلي إذا أتى رجل من الصالحين يقول لي أنظر إلى هذا ليكون هذا قدوة لك أول ما يجب أن يهتم به الوالدان هو الحرص على أن يحفظ الأبناء كتاب الله منذ صغرهم فيشبوا وقد علعل يعني تعلقت قلوبهم بحب الله عز وجل وتعظيم كتابه وتدبر آياته فيأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه فإن كانت من مكارم الأخلاق اطلع عليها واقتدى بها وإن كانت عبرا وعظات اعتبر بها وقرعت فؤاده أثرت في قلبه ومما يستطرف في هذا الشأن حكاية الفرزدق حيث دخل مع أبيه على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له يعني أبو الفرزدق قال لسيدنا علي إن ابني يشك أن يكون شاعرا فقال له أقرئه القرآن فهو خير له يقول الفرزدق فما زالت كلمة علي رضي الله عنه في نفسه حتى قيد الفرزدق نفسه بقيد وآلى يعني حلف ألا يفكه القيد حتى يحفظ القرآن فما فكه حتى حفظه قال عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى لأولاده يوما يا بني عليكم بالأدب والعلم فإن كنتم فقراء عشتم وإن كنتم أغنياء ستم وإن كنتم سادة فقتم واستفيدوا من الأدب ولو بكلمة واحدة فمن لم يكتسب به مالا اكتسب به جمالا يقول المؤمل الكوفي ينشى الصغير على ما كان والده إن العروق عليها ينبت الشجر قال الحكماء الابن مع أبيه واحد من ثلاثة رجال لاحق أو ماحق أو سابق فاللاحق هو الذي يلحق أباه في شرفه والماحق هو الذي يمحق شرف أبيه بسوء فعاله والسابق هو الذي يسبق أباه ويفوقه في الشرف مشى الصرطان يوما بعوجاج فقلده بمشيته بنوه وينشى ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه قال أحد الحكماء الأبناء خمسة أحدهم لا يفعل ما يأمره به والده فهذا عاق والثاني يفعل ما يؤمر به وهو كارح فهذا لا يؤجر والثالث يفعل ما يؤمر به ويتبعه بالمن والأذى والتأفف ورفع الصوت فهذا يؤذر والرابع يفعل ما يؤمر به بطيبة نفس فهذا مأجور وهذا قليل والخامس يفعل ما يريده والداه قبل أن يأمراه به فهذا هو البار الموثق وهذا نادر والصفان الأخيران هذان الصفان الأخيران لا تسأل عن بركة أعمارهم وسعة أرزاقهم وانشراح صدورهم وتيسر أمورهم اللهم اجعلنا ممن يربون أنفسهم على ما ترضاه يا الله والله الموفق والمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى